السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من بعد ما شفنا اول تيب في الجوانتور اللي هو التيب inner join او الجوانتور انترن ان شاء الله في هذا الدرس نتوزول الى دوزيام تيب في الجوانتور اللي هو التيب جوانتور gauche او left join نبدأ على بركاته الله اول حاجة نبدأ بها نبدأ in definition الجوانتور gauche left join ان ترثون جم UA او اسف تحذح ذو التيب جابыми نبدأ لان وصف كلتnes ان يقوم او القتبة في هذه المجتمع يقدم او المناس ان ترثون canchain ديال لتابل غوش يعني ديال لنسمبل A يعني ديال لنسمبل A يعني ديال لنسمبل A ainsi que يعني او تجروتورو نيا تالي كورسپوضانس لكينين مع لتابل B donc هنه غا سپوزا لكيشن اشنا هو الفرق مع لجوانتور انتر donc هنه جان قولو بي أنا سي اوكوين كورسپوضانس ني تروي les valeurs nulles sont renvoyées pour les colonnes ديال لتابل درواش donc automatiquement يارد سيلاكشوني ليا قال لزيال لتابل A ولا لنسمبل A وإلا مالقاش ديال كورسپوضانس مع ديال لتابل B سيجعطيني هذو كليكولون فيهم ديالور nulles سا مرش donc جو pense بي أنا لديفينيشون بينا فج غادين عودون نشوفوا الليكزمبل أبخير غادين نفهمو بزيان هاد لديفينيشون ميدا بغير ركزو بي أنا لجوانتور غوش ديما تجروني لنسمبل ديال لزيال لزيال اللي كينين فلا طابل A غوش لجوانتور غوش أي توي لوسك فوزاوي بزوان دو لطابل دو لطابل دو جوانتور دو جوانتور غوش اللي تجرونيشون يعني يعني يفشي جعوننا أننا لوقيت اللي تنكونو بغين غالي زيال ركزو اللي كينين فلا طابل غوش سا مرش دو جدي نشوفوا لإكزمبل وغادين حاولو نفهمو بزيان نهاد لدفينيشون مي عون ولا قبل ما نشوفو لإكزمبل غادين حاولو نشوفو للا syntax donc للا syntax صديقا syntax بزيك دو جوانتور دو جوانتور دو جوانتور نسيلك لنان دو جولان فرم تابل دو جوانتور او للا فرق اللي كين هو أننا لدينا لتيب لفتجون دو جوانتور او لإنر جوانتور لان دو جوانتور لتابل بي أبري غنديرو on table a.k إقال table b.k يعني لكون دو جوانتور يعني لتابل a لنان دو جوانتور ايشنا هي الكلي يعني واش كلي اتخانجق كلي اقال لتابل b واش l-id ديال هولا الكلي اتخانجق ديال دو جوانتور هايدي للا syntax أبري غادين نشوفو ان اقزام براتيك وغاد نفهمو بيانسور على ديفنسون ميلا لوبجيك شفنا غير ناخدو واحد نضرع عام على لجوانتور غوش لقنا لتو لتديالها او لتن اتو لها فاش نبغي نسيلكسوني وقع لزيليمو اللي كين في la table a غوش سا مرش دونك دابا نحاولو ان نشوفو ان اقزامل البراتيك كمسا نفهمو هاد لتيب ديال جوانتور ولا يعني لدي ديفنسون لجفنا دونك بار اقزامل عدنا هنه دو تاب يعني الشيما اللي نخدم علي هف لتيب ديال ان جوان نخدم علي هيا نج دونك بار اقزامل هنا لتاب لأمploy في ايدي non prénoms ايدي وكين لتاب ديال 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 انا هند كم نعدي نعني سيليك نعني لان نعني لا ين ديال ايدي جوان اعني نعني من المملكة التي تحتاجها في الانترابخيز كما تفعل هذا الأمر أول شيء نفعل الروكات اسكيويل بالطبع على المملكة الأخدام أو الارشتكتور لكن في الوضع سوف نصيف الروكات سوف يكون على هذا الشكل سوف نطبق واحد لجوانتور لنرى هنا لجوانتور قبل أن نفكر الروكات اسكيويل تساعد أن نحسن أنه نطبق إليه جوانتور أو بيانسور لدينا كوندشي هنا هو أننا ديپرتمان إيدي إقال دي إيدي وله يعني للمطلوية الكلي إطرانجير اللي في تيساوي للمطلوية اللي كينا في لطابل ديپرتمان هذا مرح دنك نحاولون شوفوا ديزيقز كونكري ديالي داني باركزم هنا دي لطابل أمطلوية في 3 أمطلوية 1 2 3 و بيانسور شوفوا في أننا لانجسترامن لولا ولا لورتكم اولا للمطلوة في أين كوندبرتمان إيدي 2 و بيانسور هنا لدي في لطابل ديپرتمان لدي ايضي لانФزم sélectionي للمطلوية يعني رأس اللي تصوير يعني ندير left join ما بين الطابة الemployee و الطابة الdepartement. اول حاجة غنديروها غدين نسيلكسونيو لالين لولا. يعني وغدين شوفوا لكورسپندانس ديالها ما بين مع الطابة الdepartement. ويانسو غدين القوي انه كم كله اترانجي غيان. دونك اوتوماتيكما غدين نسيلكسوني ليدين نو كود من طابة الdepartement وفي هادل ايضاني. دونك اوتوماتيكما فاش غدين ندوز لالين 2 لامام شوز يعني عندي ان كورسپندانس مع الطابة الdepartement دونك غدين شكون عندي فلا بارتي ديبارتمن ليدين نو كود يعني دي ماركتشنج اتترا ولكود. مي جانشوفوا الفرق غدين يكون هنا يعني فلا بارتي ديبارتمن هنا يبنسبة لانورج ترامان 3 عندي la valeur نول دونك اوتوماتيكما للكورسپندانس شنو غدين يكون فيها؟ ايكون فيها دي valeur نول. لاش لحقاشنا جانشوفوا بي ان الديبارتمن ايدي ججمن لطابة الامبروي وفي ها نول اوتوماتيكما هنا يكونوا يعني دي valeur نول لاش لحقاش ما نلقاش لا كورسپندانس وهذا هو التعريف ديال الاجوانتير قوش لنبي ان الاجوانتير قوش تتسيلكشوني الانسامبل ديالي زينيمو ديال الانسامبل ا يعني بار اكزمبل هنا يا لازم رجز تخمو ديال لطابة الامبروي شنو شوفوا انا عدنا 3 وإلى القاش دي كورسپندانس في لطابة ولا يعني في الانسامبل بي يعني في لطابة الديبارتمن هنا عدنا لو كاسميشالة بالديبارتمن شاشتين اللي دوني إلا ما لقاشهم شاشتين اللي فالغنيف اللي كورسپندانس سمعش دونك هكذا جو بانس افيك هذا الاكزمبل اننا قدرنا اننا نفهمو هاد الاجوانتير قوش اوكي دونك قبل ما نساليو هاد درس ادين حاولو نشوفو واحد نظرة على شنو هو الفرق ما بين اول تيب شفنا اللي هو انر جوين و تاني تيب شفنا هو لف جوين وهكذا غذينفهمو و غذينبقاو توجوو نديرو انرولاشيون ما بين شاك تيب شفنا كونسا تبقى عدنا واحد الا غولاشيون ما بين اللي تيب اللي في جوانتير و نحاولو احنا نعرفو امتا غذين نطبقوهم بانسور احنا قلنا في انر جوين هي واحد اللي تيب ديال لا جوانتير لشى عطينا لزين انرجطرامو ما بين دو طابل اللي عندهم دي كورسپندانس الى ما لقاش دي كورسپندانس ما تجطينش هال لزين انرجطرامو والفرق بالنسبة لللف جوين أننا سأضعينا الإنراجسترامات في الطابل أجوش وإلا ما لقاش الإنراجسترامات في الطابل أضغوات سأضعي فالكولون ديال هذي يفعلوني هذا هو الفرق بيانسور إنر جوين بما سنستخدمها فاش الروكت ديالنا تشكون مبازي على اللي دو طابل يعني تنبريو بارنجزمبل شاك أم بلوائي أو ديبارتمون اللي عندو أو لا تنبريو كلا أم بلوائي ديبارتمون اللي عندو وليف جوين بارنجزمبل شاك أم بلوائي وخام يكونوش عندهم ديبارتم سمعش ديال من إنر جوين لحقاش هي إنجوانتو انترن تشكون مبازي على دو طابل في الليف جوين تشكون ديالما بازي على طابل أجوش يلا طابل أجوش يلا طابل بخانسيبال دوك هاد لانوسيون ديال طابل بخانسيبال نحاولو نشوفها في الدرجة إن شاء الله باش نفرقو ما بين الليف جوين ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وما بين Left-Join و بالتأكد من Inner-Join إذا فهمنا الفرق ما بين Right-Join ونحن فهمنا الفرق ما بين Left-Join و Inner-Join إن شاء الله سنحاولون نفهمه سنكون لدينا نظرة عامة على الفرق ذلك اللي تيب ونلقاوا هكذا سنسأله ولي تيب إن شاء الله هل كان لدينا نسبة لهذا الدرس إن شاء الله الدرس جاء كما قلنا سنرى الأجوان تيب دغوات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته